الأول خليني أعرف المشاهد بتاعنا العادي جدا يعني إيه حجر زراعي؟ الحجر زراعي هو جهاز رقابي خدمي تابع لقطاع الخدمات الزراعية والمطابعة التابع لوزارة الزراعية والاستصلاح الأراضي والحجر زراعي هو أي نشاط بيتم من خلاله الحد أو منع تصرب الآفات النباتية على المنتجات المشحونة أو المنتجات المتدولة في التجارة العالمية زي ما كل الناس عارفة الآفة النباتية في بيئتها الطبيعية بتسبب ضرر محدود تبقى للتوازن البيئي بتاع المنطقة دي لكن مع انتقال الآفة من بيئتها الطبيعية لبيئات تانية ممكن يحصل تنتشر انتشار بالزبط فيه الأعداء الحيوية بتاعتها مش موجودة في البيئة دي فتسبب انتشار رهيب وممكن تعمل حالات مجاعات يعني وحصلت قبل كده في القرن الثمنتاشر حصلت مجاعة في إيرلندا بسبب انتشار آفة في محصول البطاطس اللي هما كانوا بيعتمدوا عليه اعتماد رئيسي في التغذية في الوقت دوت وحصل مجاعة وموت وتهجير أكتر من 4 مليون بني آدم وده السبب في انتشار الأرلندا الحجر الزراعي ده بقى على اللي داخل واللي خارج ولا اللي داخل بس؟ لا على اللي داخل واللي خارج حيلو ومن هنا دايما عندنا حقيق وأرقام على حجم اللي خارج من عمدي طيب هل نحن قدرنا ان احنا نصل الى ما يطلق عليه بمنتهى الدقة ولو انا مش دقيق قول لي يوسف ده مش كلام دقيق طفرة في الحاصلات الزراعية وصادرات أطمصر بالفعل احنا وصلنا الارقام غير مسبوقة وطفرة في صادراتنا من الحاصلات الزراعية وبتحديدا ابتداء من 2018 ومستمرين لحد دلوقتي في الطفرة ديت من 2018 قسرنا حاجز الخمسة مليون طن ملايين خمس ملايين طن حاصلات زراعية لأول مرة في التاريخ وما زالنا بنمشي في اتجاه ونسق متصاعد وصلنا النهاردة الخمسة وستة من عشر مليون طن في 2021 من حاصلات زراعية مصدرة للخارج اشتركوا في القناة